أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين باب آخر من كتاب التوحيد من الكافي الشريف هو باب الكون والمكان في هذا الباب يذكر الكلين رضوان الله تعالى عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تنزه الله سبحانه وتعالى عن الزمان وعن المكان فليس الله سبحانه وتعالى في زمان ولا مكان بل هو خالق للزمان الحديث الأول هو حديث أن نافع ابن الأزرق سأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الله متى كان الإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب وحاصل هذا الجواب في ثلاثة مقاطع المقطع الأول أن توهم اختصاص الله سبحانه وتعالى بزمان دون زمان هو توهم باطل لماذا؟ لأن معنى متى كان أن هناك زمان لم يكن الله سبحانه وتعالى موجودا ثم كان وهذا معناه أنه كان مسبوقا بالعدم وكل شيء مسبوق بالعدم معنى ذلك أنه لم يكن ثم كان فيحتاج إلى علة وإلى خالق وقد ذكرنا في باب إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أن كل شيء لم يكن ثم كان هذا الشيء بضرورة العقل لا يمكن وجوده من غير علة بل هو يحتاج إلى العلة لكي توجده ببديهة العقل إذا رأيت شيئا لم يكن ثم كان أنت تسأل من أوجده وهذا أمر ضمن البديهة وبضمن فترة الإنسان وعقل الإنسان يدل عليه حتى الصغار يعرفون ويدركون هذه الحقيقة بفترتهم فلذلك إذا رأيت بناء أو رأيت شيئا وصرحا شامخا وأنت تعلم بأنه لم يكن ثم كان تسأل من أوجده الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالعدم يعني بمعنى أنه لم يكن ثم كان لأنه إذا لم يكن ثم كان معنى ذلك أن هناك علّة أخرجته من العدم إلى الوجود فلا يكون هو الخالق فإذا السؤال عن متى كان هو سؤال خطأ من أساسه بل الله سبحانه وتعالى هو الأول بمعنى أنه لا بداية له هو القديم ليس هناك زمان لم يكن الله ثم كان فإذا السؤال خطأ من أساسه هذا هو المقطع الأول الذي أشار إليه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بقوله متى لم يكن حتى أخبرك متى كان أنت سائر الأشياء ولو كانت تلك الأشياء من أزمن سحيق ماضية ولكن أنت تعلم لها بداية لذلك تسأل متى كانت يقال لك أن الشمس مثلا تشكلت قبل أربعة مليارات سنة مثلا أو هذه المجرة تكونت قبل مثلا إثنعش مليار سنة أما إذا الشيء لا يصح عليه هذا الكلام أنه لم يكن ثم كان والسؤال عن الزمان فيه سؤال ليس بصحيح أو فيه خطأ منهجي كما ذكرنا فيما مضى أن بعض الأسئلة هي أخطاء منهجية لأنه لا يصح بعض الأسئلة مع الالتفات إلى الحقيقة الخارجية والحقيقة الواقعية على كل حال فهذا هو المقطع الأول من كلام الإمام المقطع الثاني من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام يقول سبحان من لم يزل ولا يزال الزمان هو أمر حادث وحتى العلم الحديث يعترف بذلك كما سنبينه بعد قليل الزمان أمر حادث لم يكن ثم كان فإذا شيء كان ضمن الزمان فهو يكون حادث أيضا لأن الظرف إذا كان حادثا فالمظروف أيضا يكون حادثا أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الله قديم وليس بحادث والزمان حادث فمعنى ذلك أن الله كان ولم يكن زمان خارج عن الزمان لأن الزمان وجد بعد ذلك ولا يعقل أن يكون الشيء اللي هو موجود قبل الزمان أن يكون داخل الزمان ولذلك الإمام يقول سبحانه يعني أنزه تنزيها من لم يزل ولا يزال يعني من كان من الأزل موجودا من غير بداية وسيكون إلى الأبد موجودا من غير نهاية لأنه الأول والآخر فهذا هو المقطع الثاني في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام وأما المقطع الثالث ففيه الاستدلال الدقيق على خروج الله سبحانه وتعالى عن الزمان وأن الزمان لا يحتوي الله سبحانه وتعالى وحاصل هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى غير متغير ليس بمتغير لا يتغير وكل شيء لم يكن متغيرا فهو خارج عن الزمان فلنا هنا مطلبان مطلب أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتغير والمطلب الثاني أن كل شيء ليس بمتغير فهو خارج عن الزمان أما أن الله سبحانه وتعالى غير متغير فلأن الله غير محتاج التغير هو دليل الاحتياج يعني مثلا أنت تحتاج إلى شيء ولأنك فاقد لذلك الشيء تطلب ذلك الشيء فإذا حصلت على ذلك الشيء يحدث هناك تغير فيك يعني أفرض نحن حينما ولدنا ولدنا لا نعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا زين العلم نحن نحتاج إليه والله سبحانه وتعالى أعطانا أدوات العلم السمع والأبصار والأفئدة لذلك هذا العلم نطلبه فيحصل تغير في ذاتنا لماذا؟ لأننا كنا جاهلين وبعد التعلم نصبح عالمين فصار تغير ما هو سبب هذا التغير سبب هذا التغير الاحتياج وهذا الاحتياج سبب هذا النوع من التغير زين الله سبحانه وتعالى هل هو محتاج إلى شيء لكي يغير في ذاته أو يتغير اضطرارا كلا أما عدم التغير اضطرارا فلأن الله سبحانه وتعالى غير عاجز هو مختار ليس مضطرا إلى شيء وأما أنه لا يغير نفسه لعدم حاجته إلى التغير فلا يمكن هذا النوع من التغير ولذلك ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى ليس له كيفيات نفسانية ولا تغير في ذاته وإذا وصف بأوصاف هذه الأوصاف في الناس تستدعي التغير لكن هذه الأوصاف في الله سبحانه وتعالى بمعنى لا تغير فيه مثلا حينما نقول إن الله يغضب على القوم الكافرين يسخط عليهم هل الغضب في الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له كيف نفساني وهذا الكيف النفساني يحدث فيه انفعال بسبب مثلا رؤية بعض الناس من العصات كما يحدث فيه الناس الإنسان له كيفيات نفسانية هذه الكيفيات النفسانية تستجيب للمؤثرات الخارجية فحينما يرى عملا لا يرغب فيه وهذا العمل يتعارض مع القوة الغضبية يغضب الإنسان يعني يتغير في ذاته وهذه الكيفية السابقة مثل كيفية الرضا مثلا تتبدل إلى كيفية الغضب هل الله سبحانه وتعالى له كيف نفساني كلا الله منزه عن أن يكون له كيف نفساني زين فما معنى الغضب في الله سبحانه وتعالى ليس بالمعنى الموجود في الإنسان بالإرادة الجدية وإنما الغضب في الله سبحانه وتعالى بمعنى نتيجة الغضب لأن الإنسان عندما يغضب يرتب على غضبه أثرا هذا الأثر مثل عقوبة مثلا أو طرد أو أي شيء آخر الغضب في الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى انفعال الله سبحانه وتعالى فالله منزه عن الانفعال وعن الكيفيات النفسانية وإنما بمعنى ترتيب الأثر وهو العقاب يعني حينما نقول إن الله يغضب على هذا الإنسان العاصي غضبه بمعنى عقابه فهذا ارتبط بالفعل ولم يرتبط بذات الله وحينما نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا في الله ليس بمعنى التغير في الكيف النفساني وإنما بمعنى نتيجة الرضا ونتيجة الرضا هي الثواب يعني الله سبحانه وتعالى يثيبهم ثواب في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما فإذن الله سبحانه وتعالى غير متغير لعدم حاجته إلى ذلك ولعدم كونه جسما أو متصفا بأوصاف الأجسام وأنه منزح عن الكيفيات النفسانية إلى هذا الآمر أشار الإمام بقوله فردا صمدا فردا صمدا الله سبحانه وتعالى فرد يعني متفرد في الأمور وصمد صمد كما سيأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى بمعنى لا جزء له وأنه السيد المقصود إليه في الحوائج بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى غير مركب وأنه الغني فاستغناؤه عن كل شيء معناه أنه غير محتاج فلا يحتاج إلى تغير إطلاقا ثم أن التغير بسبب مقارنة الشيء مع المتغيرات يعني مثلا نفرض أن هناك شيئان متقارنان ثم ذهب أحدهما هذا الأول ولو أنه باق في مكانه ولكن تغير بمعنى أنه كانت بينه وبين ذاك نسبة نسبة القرب تحولت إلى نسبة البعد مثلا فالتغير بسبب المقارنة والتقارن مع المتغيرات يعني مثلا الأرض والشمس نقول الأرض تتغير يعني يعني شنو تتغير الأرض باعتبار أن هذه الأرض متقارنة مع الشمس مع القمر نسبة هذا النوع من التقارن باستمرار تتبدل فتقارن الأرض مع الشمس يتبدل باستمرار ومعنى ذلك هو تبدل نسبة الأرض إلى الشمس هل الله سبحانه وتعالى متقارن مع المخلوقات كلا لا نسبة بين المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى مهيمن على كل المخلوقات وهي غير متقارن معه لأن الله ليس في زمان ولا في مكان ولا أنه يصح أن نقول بأن الأشياء نسبتها إلى الله من حيث المكان كذا وكذا وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى بيان أن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى كل المخلوقات نسبة واحدة في قوله الرحمن على العرش استوى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مهيمن على كل المخلوقات محيط بكل المخلوقات من جهة العلم والقدرة فلا مقارنة بينه وبين المخلوقات فتحصل أن الله سبحانه وتعالى غير متقارن مع المتغيرات فإذا لم يكن متقارنا مع المتغيرات فلا يتغير وإنما التغير إنما هو تقارن شيئين متغيرين فعندما تتبدل هذه النسبة بينهما نسبة القرب تتبدل إلى نسبة البعد حين ذاك يتغير الشيء فالله سبحانه وتعالى ليس متقارنا مع المتغيرات حتى يتغير فإذن الله سبحانه وتعالى غير محتاج للتغير وأنه غير متقارن مع المتغيرات والإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا الأمر بقوله لم يتخذ صاحبة ولا ولد الله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولد لأن الصاحبة والولد متغيران فالتقارن معهما يسبب التغير والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك إذن فتحصل أن الله سبحانه وتعالى غير متغير زين إذا لم يكن متغيرا فهو ليس داخلا في الزمان بأي واجه الواجه في ذلك أن الزمان هو نسبة الحركة في الأجسام وهذا الأمر أثبته العلم الحديث أيضا يعني العلم الحديث الآن أثبت هذا الأمر أن الزمان هو وليد الحركة يعني الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس والشمس أيضا لها حركة وهذه الحركة حول مركز المجرة والمجرات أيضا لها حركة هذه الحركات تولد الزمان ولذلك يقولون في العلم الحديث كما عن بعض أهل الإختصاص أنه إذا الحركة كانت أسرع الزمان يصير أسرع وإذا الحركة كانت أبطأ الزمان يصير بطيء وإذا توقفت الحركة نهائيا يتوقف الزمان لأن الزمان هو نتيجة وليس أمرا ثابتا مستقرا في نفسه أو بعبارة أخرى كما يقول علماء المعقول الزمان من الأعراض وليس من الجواهر يعني ليس له حقيقة بذاته وإنما حقيقته في غيره مثل سائر الأعراض مثلا الطول هل الطول له وجود مستقل كلا وإنما الطول يكون في ضمن جسم الزمان كذلك الزمان هو من الكم المتصل هذا من الأعراض الجسم يتحرك فيتصف ذلك الجسم بالزمان والجسم يتوقف فلا يتصف بالزمان ولذلك في العلم الحديث يقولون لو خرج الإنسان من هذا الكوكب من الأرض وانتقل لو أمكن انتقل إلى كرة أخرى الحركة فيها أسرع قد هذا الإنسان يمر عليه سنة واحدة كاملة وهو في ذلك الكوكب ولكن في الأرض لم يمر سوى يوم واحد حسب سرعة الحركة وبطء الحركة وإذا انتقل الإنسان إلى كوكب آخر أو نجم آخر الحركة فيه سريعة جدا أسرع من الأرض فقد يمر على هذا الإنسان سنوات ولا يمر على سكان الأرض إلا دقائق وكذلك في العكس إذا انتقل إلى كوكب الحركة فيه بطيئة جدا فقد يمر عليه ساعة وفي الوقت نفسه قد مر على أهل الأرض ألف سنة وهذا الأمر ما يعبر عنه بالنسبية في الزمان هذه من مفردات النسبية ونظرية النسبية لأينشتاين هذا حسب ما نقل بعض أهل الاختصاص وأنا أنقل كلامهم لأنه هذه ليس من اختصاص وإنما نقل كلام أهل الاختصاص ونستفيد منه في فهم هذا الحديث الشريف إذن فالحركة هي التي تولد الزمان زين هل الله سبحانه وتعالى جسم كلا هل الله سبحانه وتعالى أحاطت به هذه الأجواء مثلا أن يكون في الكرة الأرضية هو ساكن والعياذ بالله نقول فالأرض تتحرك وهو يتحرك بحركة الأرض فيكون ضمن الزمان كلا الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق شيئا كان موجود في ذلك الوقت لم يكن يعني عندما نقول في ذلك الوقت هذا تعبير مجازي حينما كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا لم يكن جسم حتى يتولد من ذلك الجسم الزمان لم يكن جسم متحرك فلا زمان وكان الله سبحانه وتعالى موجودا فلم يكن في زمان لأنه لم يكن جسم متحرك ويكون الله في ذلك الجسم حتى يكون في داخل الزمان فلما خلق الله الأشياء هذه الأشياء تتحرك ويتولد من حركتها الزمان لكن تلك الأشياء لا تحيط بالله سبحانه وتعالى يعني الله عندما خلق الأشياء خلق ما تغير الله وإنما خلق الأجسام فأوجدها وأوجد فيها أوصاف من الأوصاف الحركة فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يتغير مع المتغيرات لأنه ليس في ضمن المتغيرات وقد ذكرنا فيما مضى أن الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بنزول حقيقي مرة يأول الحديث ويقول المراد نزول الرحمة فلا بأس لكن بدون تأويل للحديث وحمل على معناها الحقيقي وعدم إدراك أن هذا الحديث قد يكون من المتشابهات معنى ذلك إذا نزل إلى السماء الدنيا أحاطت به السماء الدنيا فهل يمكن أن يحيط بالله شيء كلا الله هو المحيط بكل شيء من جهة العلم والقدرة يقرب من جهة ومن هذه الجهة نحن نستشهد به لتقريب الفكرة إلى الذهم لنفرض أن إنسان جالس في كهف في وسط الجبل هذا الإنسان ينظر إلى الفضاء الخارجي من ثقب هذا الثقب هو ثقب الغار ولنفرض أنه مر من أمام هذا الغار قطار من الآبال إبل بلون أسود وإبل بلون أبيض ثم جمل بلون أسود وجمل آخر بلون أبيض وناق بلون أسود وناق بلون أبيض فهذا حينما جالس وهكذا ينظر ينظر مرور بعير أسود ولا يرى إلى البعير الأبيض اللي خلفه فحينما يغيب هذا البعير الأبيض يرى البعير الأسود وحينما يغيب البعير الأسود يرى البعير الأبيض وهكذا هذا بالنسبة إلى الشخص اللي جالس في الغار لكن إذا واحد جالس على قمة الجبل فهو مهيمن من جهة النظر والبصر على كل هذا القطار فهو يرى الجمل الأول ويرى الجمل الأخير مع أن اللي جالس في الغار لا يرى إلا جملا واحدا فحينما ينتقل ذلك الجمل يرى الجمل اللي بعده لكن اللي جالس على القمة كل تلك الجمال يراها ويرى الجمل الذي يمر من أمام ثقب الغار هذا اللي جالس فوق وينظر إلى كل هذه الجمال هل حركة الجمال غيرت فيه شيئا كله حركة الجمال تغير في مكان الجمال ولم تغير في نظر ومكان الشخص اللي جالس على قمة الجبل هذا كمثال تنظير والتشبيه لتقريب الفكرة لأنه بعض الأحيان يحتاج ضرب المثل لتقريب المعقول إلى الذهن عبر ضرب مثل من المحسوس لأن الإنسان يألف المحسوسات وهو بعيد عن المعنويات فضرب بعض الأمثلة في المحسوسات تقرب الأمور غير المحسوسة إلى الإنسان وإلى ذهن وإلى فهمه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الله عالم بما كان فيما مضى وعالم بما يكون الآن وعالم بما يكون في المستقبل وعالم بكل هذه الأزمنة هو مهيم على الزمان ومهيم على الأجسام ومهيم على الوقت فلذا تبدل الوقت من ليل إلى نهار ونهار إلى ليل لا يغير في الله شيئا لأنه خارج عن الزمان ومهيم على الزمان بالعلم والقدرة وإنما نحن كالذي هو في الغار فيرى اليوم قد مضى اليوم الماضي والآن يعيش فيه هذا اليوم الذي هو الآن موجود والأيام القادمة لم تأتي لكن في علم الله سبحانه وتعالى لا فرق بين يوم مضى ويوم حال ويوم سيأتي فإذن الله سبحانه وتعالى هو خارج عن الزمان إذن نريد نذكر عبارة مختصرة أن الزمان مخلوق فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق فقبل أن يخلق الله الزمان كان الله موجودا ولم يكن زمان فهو خارج عن الزمان بخلقه للزمان لم يتغير من الله شيء وبعد أن ينعدم الزمان قبل يوم القيامة حيث يعدم كل شيء وقبل يوم القيامة حينما يعدم كل شيء الزمان يعدم والله سبحانه وتعالى موجود لأنه خارج عن الزمان وحينما الله سبحانه وتعالى يامر إسرافيل بالنفخ في الصور يرجع الزمان مرة أخرى والله سبحانه وتعالى غير متغير إطلاقا فإذن الله سبحانه وتعالى لهذه الجهات التي ذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام ليس في الزمان نقرأ الحديث مرة أخرى سأل نافع بن الأزرق أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر فقال أخبرني عن الله متى كان الإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بثلاثة أجوبة ولكن بألفاظ جدا مختصرة باختصار مفيد غير مخل فقال الأولا متى لم يكن حتى أخبرك متى كان ثانيا سبحان من لم يزل ولا يزال الله أزلي يعني قبل الزمان وبعد الزمان أبدي لأن الله سرمدي أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية سبحان من لم يزل ولا يزال ثالثا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فردا صمدا إشارة إلى أنه غير محتاج لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إشارة إلى أنه غير مقترن بالمتغيرات فإذا هو لا تغير فيه فلا يكون في الزمان هذا هو الحديث الأول من أحاديث باب الكون والمكان الحديث الثاني أنه جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من وراء نهر نهر بلخ من وراء النهر نهر بلخ هو النهر الآن يقع قسم منه في أبغانستان وقسم منه في أسباكستان وقسم منه في لعله تركمانستان أو دولة أخرى فهذا نهر بلخ لعله الآن يسمى بآمو درية فهذا الرجل جاء من وراء نهر بلخ هذه المسافة البعيدة لعله في ذلك الزمان كان يحتاج قطع هذه المسافة إلى ستة أشهر فجاء هذا الرجل من وراء نهر بلخ هل جاء لأجل هذا السؤال أو كان جاء بغرض آخر كالحج أو ما إلى ذلك ولكن استثمر الفرصة وانتهزها فجاء وسأل الإمام عليه الصلاة والسلام ولعله كان الإمام عليه الصلاة والسلام في مارو حينما كان وليا للعهد فمجيء ذلك الرجل إلى الإمام عليه الصلاة والسلام لا يستغرق وقتا طويلا لأن مارو هي في حدود نهر بلخ فهذا الرجل قال إني أسألك عن مسألة فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك نحن سنذكر في المستقبل في كتاب الحجة أن هناك علائم للإمام يعني أنت كيف تعرف أن هذا الرجل إمام كيف تعرف أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو الإمام المفترض الطاعة الطريق الأول النص يعني الرسول صلى الله عليه وآله ينص عليه كمان هناك نصوص متواترة كحديث الغدير وحديث المنزلة وأحاديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك في سائر الأئمة النص من الرسول أو من الإمام الذي كان قبله هذا طريق الطريقة الثانية أن يكون وصيا يعني من هو وصي الرسول فهو الإمام من هو وصي مثلا الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الحسن من هو وصي الإمام الحسن الإمام الحسين هذه طريقة طريقة أخرى ظهور الإعجاز على يده يعني حينما ترى المعجز المعجز الذي إذا جاء به النبي ثبتت نبوته كذلك إذا جاء الإمام بأمثال تلك المعاجز فهي تدل على إمامته بنفس الوجه المذكور في معاجز الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى كما أعطى المعاجز للأوصياء مثل آصف بن برخيا لم يكن نبيا ولكن كان وصي سليمان هذا تمكن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك جاء بعرش بالقيس من مسافة آلاف الكيلومترات بأقل من ثانية من قبل أقل من ارتداد الطرف فهذا طريق ثالث وهناك طريق رابع وهو العلم يعني إذا أنت سألت الإمام عن أي مسألة مشكلة في أي جانب من الجوانب فأجابك فهذا هو الدليل على إمامته سواء من الأمور المغيبة التي أطلعها الله سبحانه وتعالى عليها فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول والرسول يطلع الإمام عليه الصلاة والسلام أو تفصيل آخر سنذكره في المستقبل إن شاء الله تعالى وأي سؤال آخر في أي مجال من المجالات حتى في المجالات العلمية البحتة في مجالات المعرفة في مجال الدين في مجال العلوم الطبيعية العلوم التجربية تسأل أي سؤال يعرف الإجابة عن ذلك السؤال وهذا من علائم ثبوت الإمامة والناس معارفهم مختلفة إدراكهم مختلف يعني الرسول محمد صلى الله عليه وآله بمجرد أن ذكر أنه هو النبي الذين كان مستواهم المعرفي والعلمي مستوى مرتفع آمنوا به قبل أن يروا معجزة منه لكن غالب الناس ليسوا بذلك المستوى أو يحتاجون إلى إطمينان القلب فالمعاجز تكون إطميناناً لقلوبهم فهذا الرجل جاء من وراء نهر بلخ فقال أسألك سؤال إذا أجبتني عن هذا السؤال أعرف أنك إمام ويبدو أن الرجل كان بمستوى راقي من العلم وهذا الكلام كلام دقيق ما كان يعرفه علماء ذلك الزمان من غير المرتبطين بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقال أبو الحسن الإمام الرضا عليه السلام سل عما شئت عما شئت أي شيء مو مهم أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام كان يقول عن المنبر سلوني قبل أن تفقدوني عن أي شيء فأني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض فقال أخبرني عن ربك متى كان هذا السؤال الأول السؤال الثاني وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده هذه أسئلة ثلاثة متى كان وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده يعني حينما خلق الخلق استعان بأحد أو لم يستعن بأحد الإمام أجابة إجابة مختصرة ولكن الرجل كان حكيم إذا بهذه الإجابة المختصرة عرف علم الإمام عليه الصلاة والسلام وعرف إمامة الإمام إن هذا الكلام لا يصدر إلا من إمام مرتبط بالسماء بالسماء فقال أبو الحسن إن الله تعالى تبارك وتعالى أين الأين بلا أين الأين سؤال عن الزمان وعن المكان أيضا أو هو سؤال عن المكان فإذا أنت نفيت المكان نفيت الزمان عندما نقول أين زيد هذا سؤال عن مكانه وقد يكون سؤال بالأين مجازا عن الزمان نقول أين زيد يعني متى كان الزيد هذا مجاز أو يقال بأن الرجل سأل عن المكان لكن الإمام أجابة إجابة دقيقة والإجابة الدقيقة هو تنزيه الله عن المكان فإذا نزه عن المكان فطبيعي أنه لا زمان له لأنه كما ذكرنا قبل قليل الزمان هو وليد الحركة في الأجسام فإذا الشيء لم يكن جسما فهو يكون خارج عن المكان فإذن هو خارج عن الزمان إن الله تبارك وتعالى أين الأين يعني هو الذي أوجد المكان بلا أين وليس له مكان أو هو الذي أوجد الزمان من غير أن يكون في زمان لأن الزمان مخلوق والله خالق كل شيء فلا يعقل أن لا يكون الله خالقا للمكان أو خالقا للزمان لأن الله إذا كان في مكان أو في زمان معنى ذلك أن هذا الزمان وهذا المكان يكون معه في الأزل فإذن لم يكن مخلوقا لله سبحانه وتعالى كما يروي بعض العامة وابن تيمية في بعض كتبه يصحح هذا الحديث المكذوب الموضوع المتقول على الرسول صلى الله عليه وآله إن الله يقول إن الله كان في عماء فوقه هواء تحته هواء زين الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان في عماء مكان مظلم فوقه هواء تحته هواء زين هذا الهواء اللي فوق الله حسب زعمكم والهواء اللي هو تحت الله حسب زعمكم هذا معناها أنه لم يكن مخلوقا لأن السائل يسأل أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كيف كان أين كان إذا تقول في عماء فوقه هواء وتحته هواء معنى ذلك أن هذا الهواء مو مخلوق لله سبحانه وتعالى فالنتيجة لم يكن الله خالق كل شيء والالتزام بهذه النتيجة هو كفر بل الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فالله سبحانه وتعالى ليس في المكان فلا يكون في زمان إن الله تبار وتعالى أين الأين بلا أين وكيف الكيف بلا كيف يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الكيفيات النفسانية إحنا عندنا كيفيات نفسانية قوى غضبية قوى شهوية أمور نفسانية هذا الكيف النفساني من الذي أخلقه الله سبحانه وتعالى كذلك صورة الأجسام هذه الصورة من خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية الخاصة فالله هو الذي كيف الكيف يعني أوجد حالات النفسانية أوجد الصفات الزائدة لكنه بلا كيف الله ليس له حالات نفسانية كالبشر والله سبحانه وتعالى ليس له صفات زائدة عن ذاته وكما ذكرنا فإن الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية عين ذاته زين فهنانا جواب عن السؤالين متى كان الجواب أين الأين بلا أين وكيف كان الجواب وكيف الكيف بلا كيف السؤال الثالث وعلى أي شيء كان اعتماده هل احتاج إلى الغير لا الله سبحانه وتعالى بقدرته أوجد الأشياء وكان اعتماده على قدرته يعني لم يعتمد على غيره الله الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء بقدرته لأن قدرة الله سبحانه وتعالى هي عين ذات الله لأنها من الصفات الذاتية لا تفاوت بين الله وبين قدرته بل هما شيء واحد احنا نعبر بتعابير مختلفة لما نرى الآثار كما ذكرنا في الحلقة الماضية أسماء الله متعددة لكن هذه الأسماء التي تدل على الصفات الذاتية هي عين الله وليس مغايرة لله سبحانه وتعالى وكان اعتماده على قدرته بمعنى أنه لم يكن اعتماده على غيره لأن قدرته هي عين ذاته فهو خلق الخلق من غير أن يستعين بأحد ليش لأن الذي يحتاج إلى غيره هو ناقص غير قادر فيحتاج إلى تكميل نقصه وتكميل قدرته بالاستعانة إلى الغير والله سبحانه وتعالى ليس كذلك هذه كلمة مختصرة لكن الرجل كان يفهم فعلم أن هذا كلام لا يصدر إلا عن رجل مرتبط بالسماء عن رجل هو وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله فقام الرجل فقبل رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن علي وصي رسول الله والقيم بعده بما قام به رسول الله وأن كم العم الصادقون وأن كالخلف من بعدهم الرجل إما لم يكن مسلما كانت هذه الشبهة عندما وجودا فلما انحلت الشبهة وتبين له الحق أسلم أو لا كان مسلما لكنه غير معترف بالإمامة كما هو الظاهر لكن حينما أذعن بالإمامة وأراد أن يتشهد بها قدم التشهد بالشهادتين التشهد بوحدانية الله والتشهد برسالة الرسول صلى الله عليه وآله حتى يبين أن الاعتراف بإمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما هو في امتداد وفي طول الإذعان بالتوحيد والإقرار بالنبوة وبعد ذلك يأتي الإذعان والإقرار بالإمامة فإذن الله سبحانه وتعالى ليس في زمان وخارج عن الزمان بل هو خالق الزمان ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يالله الله يالله اشتركوا في القناة